السلام عليكم يا جماعة قبل ما ترسلون اي رسالة او فيديو هل انتو قبل ما ترسلون هالفيديو هل تفكرون شنو مردود ذي الفيديو هل راح انت تنفع في الناس هل راح توعيهم هل راح مثلا تشجعهم او العكس راح تسيل اشخاص راح تسوي فتن وامور كثيرة واخرى قبل ما ترسلون اي رسالة يا جماعة تأكدها او شيء وثاني شيء حتى لو واحد شيء غلط ان الله يحب الستر الله يحب الستر فا استر عشان الله يستر عليك في فيديو انتشار في دول الخريج خلال يومين انتشار بشكل غريب من كل الاماة يمتع نستلم كل دول ما نستعامنا نحمل المسؤولية الكل ما خصص دولة معينة في شخص عسكري يقال يسمون مقابلة وصالت حالة صحية يعني ساعات مقابلة واحد يرتبك ولانها مسؤولية هاي الشخص يعني يمثل وزارة الداخلية والبلد فحسب المسؤولية فيمكن من داخله حسب الارتباء فخرتت نفس الدورة فالشخاص اللي طرشوا على الفيديو التهمون بالسكر استغفر الله اول شيء سأتوذي الشخص نفسه ولأهله عند أهل عند أبو عند أم عند أخوان خوات وعلى التزاوج وعلى العيال وسأتوذي كل هذه الأشخاص وسأتوذي الدورة نفسه يا جماعة قبل أن ترسلون أي رسالة تأكدها أو شيء حتى إذا أحد غلط لازم نستر يا جماعة ما نفضح ما نسوي فتن خاصا في الدول الخليج مستهدفين بذي الأمور وفي مواقع وضيفاتها لا يهمم أنت ماذا 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 أهم شيء أن أنت قاعد تسير البدد وهم يشاجعون ويعملون في السوشال ميديا على إسراء انتشار الفيديو دعوكم يا جماعة بالعكس الوقت يجب أن تكون يد واحدة وقلنا على قلب والله يهدينا جميعا والله يكون الصحة والعافية وشكرا